موسيقى 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 أهلاً أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور إحنا في هذه الحلقة رح نشاهد مع بعض تكملت اختبار الأخت فادية بزي ورح نشوف معاملات المسيح العظيمة معها الأخت فادية طبعاً هي خادمة وشاهدة عن المسيح تغيرت حياتها وطبعاً في هذه الأيام تشهد عن المسيح عادة عن ذلك الرب وأعطاها موهبة الترنيم والتسبيح بصوت جميل جداً واليوم رح نكمل نشوف هذه الشهادة وطبعاً الحلقة اللي مضت شوفنا بداية هذا الاختبار وكتير كان فيه تجاوب على التواصل الاجتماعي وأنا بدعوك أن تكملوا التواصل معنا أيضاً من خلال مشاهدتكم لهذه الحلقة طبعاً بعد الفاصل رح نبتدي مع فادية لكن قبل النهاية بعشرين دقيقة بس يخلص اختبارها رح تكون خطوط مفتوحة بحب أسمع أفكارك وتعليقاتك وإذا عندك سؤال استفسار رح يكون المجال مفتوح ابقوا معي حتى نشاهد تكملة هذا الاختبار مع الأخت فادية بزي لحد عمر الأربعة عشر ربيط بي خلفية غير مسيحية مقابلة غيرت كل ما صار حياتي الله بالإسلام مخيف حبي تقرف فيه لكن عندي خوف منه عادت حسيت حالي كأنه في مغناطيس تقريباً ثلاثة أيام أنا قاعدة بنار حسي حالي كنت بصحراء ماشي وفجأة حدا جاب ماي وفجأة ضقت الماي وبدّي أكتر عندي رعب من أول ليلة بالقبر أنا بيجي ملاك وبيزين وحسناتك وسيئاتك إذا ساقة بتطلع حسناتي وسيئاتي أطبعض والميزان وقفك شو بيصير؟ قال هذا وضع استثنائي كان عندك حلم الفن لما تقابلت معه وتغير قلبي تغيرت رغباتي كمان الله أنقذك من حادث موت شو اللي صار؟ قمت الصبح شعر حالي مقبوضة بشكل مش طبيعي في صوت من جوه بيصرخ بيقول لي ما تروحي فينا نأجل المشوار قال لي لا 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 كتير ناس رايحين وفي ناس جاي يكرمالك فادي لا ما بيصير ما بنقدر أجلتله أوكي خلاص ما نروح فأخذت الكرسي ورجعت وحطيتها وقعادت ودرسيت معاش بتذكر شيء أهلا أعزائي المشاهدين برحب فيكم مرة تانية وإحنا ما زلنا بالحديث مع الأخت فادية بزة تعاملات الله معها الله فعلا يعني منتهى عمله في حياتك بعده بشكل بعده بيعمل أمور كتير واحدة من الأمور الصعبة سواء شخص من خلفية إسلامية أو خلفية مسيحية بيجوا للمسيح دائما صرخة قلبهم من أجل أهلهم من أجل أحبائهم هاي كانت صرخة بولوس بصلي لأحبائه لعيلته لشعبه وإحنا نفس الشيء منصلي لأهلينا ومنصلي لشعبنا وللأسف الشرق الأوسل بيحكم على الشخص اللي بيجي للمسيح كأنه خان عيلته كأنه دينه أو كده لكن ما بيعرف إنه إنه فعلا الحياة الأبدية هي في يسوع المسيح وإحنا منحب أهلينا ومنحب شعبنا ومنحب بلادنا ومنحب أوطاننا ومنحب كل الناس يعني على النقيد يعني بالأول يمكن ما كنا لما صرنا مؤمنين صرنا نحب أكتر محب الحقيقي هل هاي الصرخة مريت أنت فيها من أجل أهلك؟ أنا بحس عندي امتياز يعني لما أمنت بالمسيح مش أنا لوحدي بس بالعائلة يعني بذات الفترة كان خيي واختي واختي من بعدها بشهر تقريبا الماما ومن بعدها بسنة كانت خيي فالعائلة كلها بخلال سنة اختبروا اللي خيي واختي اختبروا أول شي بعدين أنا فهيدي الوجع اللي ممكن ناس كتير تشعر فيه ما كان عندي ووجع ومقاومة ومقاومة يعني مقاومة من العائلة المقربة لكن كان في مقاومة من العائلة اللي أبعد شوي لكن عندي صرخة بقلبي على طول يعني حتى الرب بتحديدا طلب مني أنه أبدا موقف صلي للبابا بالأخص يعني بتذكر مرة كنت قاعدة بالبيت وقاعدة عم صلي وغمضة عيني هيك وفرجاني رؤية فرجاني صورة البابا وفرجاني وسمعت صوته بذات اللحظة هو عم بيقلي بيقلي أبدا ما توقفي تصلي له فعندي عندي كتير عندي يعني عندي كتير أمل أنه مش بس البابا ناسي كتير تعرف اللي نحن عرفنا واللي اختبرنا هل في حد يعني مرات الأمور الأصعب أنه لما بنكون إحنا مؤمنيين لكن منتساءل عن ناس منحبهم ومنعرفش شو مصيرهم إذا هن بالسماء ولا بجهنم ولا كده وبتظل هاي العيش بهالحيل هل مراتي بشيء ما أنا مرات فيه لكن اللي مر في أصعب هي الماما الماما هي عايش معي وأنا أينو أنه كان عنده واجع بقلبه كتير يعني هي بتحب عيلتها بشكل مش طبيعي بتحب الكل لكن عنده واجع بقلبه لثلاث أشخاص اللي فارقوا الحياة وتشز تايتا وخالتي وخالي هيدولي كانوا لقلة مقربيني كتير فكانت كل مرة بقعد أنا إياها بتقلي بتقلي قدش بحس حالي وهيكي عندي تعب عندي 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 ألم من جوا بقلبي لأي شخص يفارق الحياة وما يكون أتعرف بالمسيح فقلت لأمي ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف شو اللي مخبب مرة من تقريبا فترة سنتين الرب تقلع قال لي بشكل أنا ورائد بشكل مش طبيعي أن تقوم بكير الصبح ونقعد نقضي أوقات مع الرب بالصلاة بيوم من هدول الأيام نحن عم نصلي سمعت صوتك كأني متل ما عم بسمع صوتك بقل لي أنا عايز أعطيكي إعلان بخص أمك وهذا الإعلان رح يخليها يعني يحرر قلبها من أمور كتير وهذه الكلمة اللي سمعتها ما قال لي شو الإعلان انبساطة أنا قلت يا ربي شو رح يكون هذا الإعلان اللي أنت رح تعطيني إياه بالنسبة لأمي وأنا عتفكر لكن ما حكى أكتر من هيك ما فيني أنا أقرر شو اللي رح يكون أخذ تقريبا فترة سنة سنة ونص كلمة دي مدية بروح بالصلاة وأنا بيسأل يا رب شو الإعلان اللي رح تعطيني إياه بالنسبة لأمي ما بيسمع شي أبدا لأن تلبس سنت الماضي طلعت هيك على قوتي سكرت الباب وقاعدة عم صلي وعم بذكر ولي يا رب شو الإعلان اللي أنت بدك تعطيني إياه وأنا بعدني ناطرة فأنا قاعدة بتذكر إن أنا نيمي عتخذ هيك وعم صلي فجأة رحت بغيبوبة يعني ما عاش أنا بتذكر أنا وين بأي قوضة وين رحت بغيبوبة كل اللي بعرفه فتحت عيني لقيت حالي بـ أعلم أنه أنا بالسماء وقفي على جسر الجسر شوي دايق ورب يسوها وقف حدي وقف حدي بلزق تقريبا كتف وضارب كتفي فأنا وقفي شعرة بالرهب شعرة بالخوف بس مش خوف 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 الرعب مش خوف الرعب خوف الرعب خوف الوقار بوقار عم بتطلع فيه بيقدر يحكي معي بعينيه أنا تمي ما كاش عبتحرك فقالي تطلعي على شمالك وشو فيه لما قالي هيك ابتدى إجتني رش فيه من جوه مش عم بعرف أنا شو اللي بدي شوفه فابتدات اطلع قبرهم هيك وجدي شوي شوي فبرمت وجدي لقيت التيتا وخالي وخالتي وقفين ثلاثتهم فأنا مش قادر احكي لكن التيتا طلعت فيني مثلي هيك وهي لابسة مثل إشارب على راسها كمشت الإشارب وشلته وكبته من إيدها لكن خالتي ليلى قربت كذا خطوة وقفت قدامي قالت لي فادية أنا هون موجودة بكوز في أمك بسبب أمك وبليز قولي لأمك هي مش رح تستوعب ومش مستوعب شو اللي مستنيها هون وبليز إلي له إنه ما توقف صلى من أجل العيل ومن أجل الأقربة لأنه في منهم كتير رح يكونوا هون هي عم تحكي هذا الكلام معي كأنه في شاشة نحطت قدامي هون وبتدات وجوه ناس شوفة كتير وفي وجوه لحد هلأ يعني بعرف من هي في السماء رح يكونوا هوني الوجوه اللي شفتها على الشاشة مش موجودين لكن هي عم بتقلي صلي لأنه في ناس كتير رح يكون موجودين ابتدى يعطيني فكرة مين اللي يعني لمين تصلي وهذا كل اللي صار فجأة وعيت ورجعت باك الأوضة اللي أنا فيها عم بتطلع شو اللي صار الاختبار يعني كأنه لقلي مثل كأني هلأ وقافي قداماك هلأد ري للاختبار هلأد حقيقي يعني عارسة 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 متأكدة 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 ما فيش حدا يقدر يشككني لأنه I know اللي حصل معي is super natural مش طبيعي يعني شيء خارج شيء خارج فوق الطبيعي فلما قعدت ابتدات اتذكر آه انت اللي انت عم بتقلي بدي عطيكي اعلان بدي قليك هيك بدي قليك هيك فبرحت قعدت مع المام قلت لها عندي اخبار قليك انا ما بعرف كيف بدي خبرك ياها لكن هيك 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 خبرتها كل اللي صار التغيير اللي حصل فيها هي عايشة معي انا بعرف بالقبل وبعرف بعدين التغيير اللي حصل بشخصيتها بنفسيتها بقلبها بالقوة اللي اجتها بطريقة صلاتها للكل بطريقة لما بتصلي بتصلي صارت بسلطان صارت تشوف نتايج يعني اجاه الحكيم مرة عطاها قال لي انت عندك سكري وسكري ضارب على الاخر يعني اجت على البيت قالت لي انا مش هياخد دوا انت للا لا قالت لي لان هو رح يشفيني يعني عبتطلع هادي يعني معقولي هادي امي صار عندها قوة مش طبيعية بتحكي فيها وريلي حاربت السكري خلال خمس ست اسابيع وهي واقفة على 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 ذات القرار انك انت رح تشفيني انت رح تشفيني وراحت مرة بعده بشهر والسكري مش نازل هي تقول انت رح تشفيني والسكري يطلع فترة تقريبا انت شهر قلت للا امي انتي انتي تبدك يعني اتليست ناخد شوية قالت لي لأ انا عارف ان هو رح يشفيني اعطاها ضمان بشكل مش طبيعي لما خبرها عن عائلتها اللي هي كانت تفكر انه خلاص راحه واللي انتهى فبعده بشهر تقريبا راحها هي عم تتمشى بتحب المشي هي وماشي حكى معها بصوت خارج عن يعني صوت مسموع الصوت مسموع قال لأ انتي ما عنديك سكري فرجت على البيت عينيها مورمين من البكة قلت لش اللي صار قلت لي اسمعت صوته انا ماشي على الشارع بيقال لي انه انتي ما عنديك سكري انا قلتلك هو رح يشفيني من بعد هاي الكلمة بعد بكم يوم انا عم بقيس السكري نزل السكري للا اعيار الطبيعي ولحد هلأ صار تقريبا سنة مفيش عندها سكري مفيش عندها nothing ففي قوي لمستها مش عادية بالاعلان اللي اجاها واللي خبرها انه امه واختة وخيه سمها انا ما بعرف كيف مين خبرهم بترحوا ع السماء خالتي ليلى هي خبرتها يعني خالتي ليلى قبل ما نترك لبنان اجاها مرض اجاها الكنسة ورحت لتزورها بالمستشفى مين اللي تزور مين الماما رحت لتزور اختها خالتي خبرتها عن المسيح وخبرتها بكل بساطة انه المسيح بيحبك بده اياكي ما تكرمي لك جز تقبليه من جوه فيش بحاجة تعملي وتكوني بصورة معينة حتى يقبلك فبكل بساطة خبرتها قدت له بس انا ما بقدر ما بقدر يعني مفروض يكون عندي صلاة معينة وعلى اوقات معينة واذا ما بصليها حتى الاقارب اللي حوالي بيكون عينيهم عشرة عشرة كيف بدي قدر احكي معه فقالت له انتي ما بتنوجدي مع نفسك باي مكان او قاتل وحدك خمس دقايق قلت له اه طبعا قاتل احكي معه بهذا اللحظة احكي معه بقلبك من جوه هو بيسمع بهالبساطة اللي حكيت فيها شي حصل انا ما كنت معه لما راحت لكن سألت الماما قلت له انا نفسي اعرف شو اللي حصل مع التايته لانه انتي كنت معه لما راحت كيف كانت موتتها قالتلي التايته راحت بالغيبوبة قلتلي اوكي قلتلي لكن هي بالغيبوبة كانت تحكي كانت تحكي مع حدا ما كنت انا اعرف مع مين لانه انا كنت ليل نهار حدا قلتلي لكن فترة اللحظة اللي انتقلت فيها فتحت عينيها وابتسمت ابتسامة عريضة بشكل مش طبيعي وراحت فكل الناس اللي حولها كانوا وقفين قالوا اه هذه اكيد قد ما كانت عايشة بعزاب بحياتها ابتسمت للموت قلتلي لا 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 فيش حدا ما بيعرف المسيح بيبتسم للموت الموت مرعب اكيد صار عندها مقابلة مع المسيح واللي حصل قبل ما انهي هاي الفقرة طبعا واحد من الاشياء اللي من واجهها سوء فهم المؤمنين من خلفي اسلمين او اذا انت صرت مسحية كأنك انت ناكرة للأهل وللعيلة وللوطن هل فيه ترنيمة خلال كل هاي سنين اللي هي بتتناول هالموضوع فيه ترنيمة بتقول انا ساكن من بلاد الهجرة والبي في بلادي انا ولولا حبي ليسوع ما سبتك يا ديارنا طيب خلينا ناخد هاي عدد بس وبعدين منرجع للفقرة الاخيرة انا ساكن في بلاد الهجرة وقلبي في بلادي انا ولولا حبي ليسوع ما سبتك يا ديارنا انا ساكن في بلاد الهجرة وقلبي في بلادي انا ولولا حبي ليسوع ما سبتك يا ديارنا امين رح نرجع بعد هذا الفاصل نكمل حديثنا مع الاختفادية بزة موسيقى اشتركوا في القناة ها صلاة يا ايدي وحبابي ان تجد خلاص في الهجرة فتعالوا الى ذكى الفادي من خلاص نفسي وفداني اشتركوا في القناة 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 يا أبي وأمي وأخواني قد مات يسوع وفداني يا أبي وأمي وأخواني قد مات يسوع وفداني قد مات يسوع وفداني أهلاً عزائي المشاهدين نواصل حديثنا مع الأخت فادية بزة طبعاً يعني كتير أمور اللي ممكن أسألك فيها لكن فيه شيء مهم عاوز مثل ما ذكرت من قبل شوي أنه الناس بتعرف فادية بزة من صوتها ومن ترنيمها لكن أنا حبيت أن الناس تعرف فادية بزة من خلال حديثها وكلامها وقلبها أنت متزوجة رائد حداد رائد هو أسيس بترعو كنيسة في أستراليا الكنيسة هي مش كنيسة عربية لكن قلبكم مع العرب تخدموا مع العرب وهذا واضح من حديثة معك ومن حديثة مع الأسيس رائد وخدمتكم مميزة وأنا كتير كتير حبيت خدمتكم لأنه عم تتعاملوا مع كل الإنسان وكل الكيان ككامل الخدمة تبعدكم هي بتصلوا للمحتاجين للمرضى للمستعبدين للمقيدين الناس اللي عندها أرواح شريرة اللي عندها أعمال سحرية وهكذا خدمتكم في هذا الإطار ممكن شاركينا شوي عن الخدمة يس مثل ما أنت قالت تفضلت أنه نحن بنرعى كنيسة إنجليزية لكن فيه شيء حصل معنا من فترة خمس ست سنين وصلت لمرحلة أنا بقرأ الإنجيل وبتطلع بشوف كيف حيات الرسل وكانت حياتهم مليانة بالقوة بالشفا بالأمور كلها اللي ذكرتها لكن أنا بشكر الرب من أجل الخدمة اللي أقامني عليها واشيز الترنيم لكن الترنيم لوحده مش بس مش كافي مش كافي في أمور كتير حابة اختبرها لكن كنت أشعر الموجود بالإنجيل بعيدة عن حياتي يعني الإنجيل عن جد عمره ألفين سنة إذا فيني أقول هيك فقال له يا رب أنا فوصلت لمرحلة شوي نوع من يأس يعني أوكي الخدمة ناجحة والترنيم ناجح والرب عم بيستخدمها لكن في شيء أكتر من هيك أنا أكيد في شيء أكتر من هيك ليش اللي مكتوب أنا مش عيشته ليش مش قريب مني يعني بتطلع أنا بشوف واحد مريض ما عندي جرأ روح صليله أنا ما بعرف كيف بدي صليله شوف واحد مقيد بأرواح شريرة ما بعرف شو بدي أعمل بشوف بحضرهم على التفيف بخاف أيضا منهم إلا لمرحلة مرة صارت معنا نهار أحد كان رائد عم يخدم بالكنيسة وكان عنا اجتمع بعد الخدمة وفيه بنت أنا بعرفها بشوفها بالكنيسة على طول معنا يعني صلي ست سنين بشوفها بالكنيسة عادي ما في شيء غلط لكن هذا الأحد صار في شيء اختلف خلى صورتي كلها تختلف ابتدى يجيها واجع بألام بظهره هو رائد عم يخدم فحد أخذها لبرة وهي عم تقول بليز أنا موجوعة كتير ما بعرف شو بدي أعمل من بعد الخدمة في حدا تتصل عيطلي وقال لي فادي أتعي شوفي في شيء هوني مش عارفين شو نعمل فيه فأنا فتت على الأودة لنشوف شو القصة البنت كانت وقع على الأرض البنت صوتها رقيق بشكل مش طبيعي شيء سلسي بشكل مش طبيعي لكن اللي شفته قدام عناي شيء اللي قالي بهذا كل وقت رعبني لأن الصوت اللي طالع منا مش صوت عادي الصريخ وبتحكي باللسان غريب وبتهدد الكلمة حدا يقرب عليها طلعت أنا هيك قلت فطلعت من الأودة ركض لعند رائد قال له رائد بليز تعيشوف شو اللي هون أنا ما بعرف شو بدي أعمل طب هيك وضع أنا فيني أقف قدام الشخص ورنم له وأي كانت رنم بهذا الوضع الترنيم أدون تينك رح يفرق بحاجة أنا أوقف وأعمل شيء فعيطت له رائد رائد إيجا فات رائد عنده ذات الإحساس بيقلي يعني أنا مش عارف شو أعمل لكن أنا بتذكر وجودي بهديك اللحظة شعرت لازم أبقى لأنه أنا الست الوحيدة اللي وقفي بالجو كذا شخص موجودين وهي ست وأنا شعرت أنه أنا لازم أوقف حتى مفروض يكون هيك فانجبرت أنه كن موجودة بهذا الجو ضلينا قعدنا تقريبا ست ساعات ونحن نصلي والبنة تستلمك موشي ولا تحررت وولا شي صار فأنا رحنا على البيت لتلت رائد يا ويلي أنا قريدي شعر أنه عندي نوع من عدم يعني عدم رضا وين أنا موجودة عدم رضا روحيا وين أنا موجودة وشعر الإنجيل بعيد وهلأ صرت الشعر الإنجيل أبعد يعني قعدنا ست ساعات نصلي على البنت البنت ما تحررت ما صار شي رحت على البيت لتلت له رائد ويقال لي ما بعرف حتى رائد قال لي أنا شو دخلني بهذه الأمور كلها أمور الشياطين أنا بحب يعلم بالكلمة وهذا اختصاصي رائد بس تخيل أنه هلس مش موجودة ووحد تاني غير رائجة نحنا يعني وهافتو نعرف شون كيف نتصرف بهيك أوضاع فأنا رحت على البيت شاعرة بأحباط بغير عادي فلت يا رب ما هذا إجا ببالي قلت آه ربما نحنا لأنه مش صايمين يمكن لو أنه الواحد بيصوم بيكون في قوة أكتر تاني يوم قلنا رح نقابلها ونشوفها مرة تاني كنا صايمين أنا ورائد فتقابلنا مع هيك أوضاع قد هون قاعدين عم نصلي احنا معه أول ما فتحنا تمنا ونصلي راح تخابطها بالأرض وزات الصوت بدأ يطلع منا كمان قاعدنا ست ساعات نحكي نحاول بأي طريقة بشكل مشكل كل الصلوات اللي بعرفها كل كلام اللي بعرف كل شيء حتى بتدا ترنم ما في شيء البنة مكموشي وأوقات ما بيخليها شئفين تحكي معنا فابتدت الروح الشرير يقف ويحكي ويحكي مع رائد ويقول له أنا أقوى منكم بكتير وأنا بقالي معها تقريبا 18 سنة يعني خلاص شيل إيدك من القصة فنحنا هون صدقنا ورحنا على البيت محبطين أكثر من الأول فأنا حتى حملت اللي جيل تقولي يا رب لا في شيء غلط المكتوب بقول هيك بس اختباري بقول غير هيك سو هوني فيه جاب فيه هو عظيم فيه فجو كبيري أنا ما بعرف كيف دقو صلى وعادت وعادت يعني نوح وإبكي لأ رب يا رب في شيء لازم أنت تعلن المكتوب هوني لإلنا نحن وصلين لحيط مزدود ورائد عنده ذات الإحساس أنيوي القصة كتير طويلة راح مجانا كارت شورت راحت البنت وأخدوه على محل تاني وصلوا عليها واتحررت لكن هنه ويعدين هناك رائد كان مع لطول رائد أنا مش قادرة أكون موجودة بهيك أجواء أنا مر تعبتني نفسيا فقالي رائد أنا بكون موجود فراح رائد قعد في ست قاعدة والأسيس والبنت اللي عايزة تحريره رائد فالست اللي قاعدة عندها موهب أنها بتشوف رؤية قاعدوا يصلوا الرب بتدى يفرجها رؤية للست اللي قاعدة البنت من شو مكموشي لاش الأرواح الشريرة كامشينها بهذا الصورة البنت عايشي بألام عايشي بغلط عايشي ب البنت بحاجة للشفاء نفسي أكثر من أي شيء تاني فإنه بتدوا يتعاملوا معها هيك ورائد اجي على البيت قال لي فادي مش رح تصدق اللي اليوم شفتوا بعيني قلت له شو اللي صار طب شو اللي هني عملوه نحنا مش عارفينه شو اللي قالوه نحنا ما منعرف قال لي مش هيك قال لي اسنط معرفي فادي اسنط المعرفي قال لي آية عندي المعرفي أنا بقرأ الإنجيل بالعربي وبالإنجليزي وبالعبري وباليوناني اسنط معرفي اسنط معرفي اسنط اختبار استل أنا مش مستوى باش يعني الاختبار يعني فابتدى يقال لي في ست موجودة هناك وبتشوف رؤية الرب يفرجيها رؤية وقال لي فادية الخط وصلتهم للخط اللي البنت بحاجة بس تخلص منه فأنا أحدت هيك بلحظة على واحد يقلت له يا رب شو يعني الست بتشوف رؤية أنا مش فاهمة كل الأمور لكن يا رب أنا بوعدك إذا أنت بتفتح عاني بصيرتي الروحية بتذكر الكلمات اللي إيفن ذكرتهم قلت له إذا بتفتح بصيرتي الروحية وبتخليني شوف اللي الست شافته أنا بوعدك أنه رح أمشي بها الخط ورح أعمل اللي أنت بتقوله ورح هدول العنين يخدموك للأبد وذات سيت اللي صار من بعدها باسبوعين أنا ورائد قاعدين عم نحاول نشوف شو اللي صار بل كي واجهنا قصة تانية من هالنوع بالكنيسة لأنه بهذا الوقت رائد رح يكون أسيس الكنيسة السينير صار عم بحاول يتحضر وقاعدين أنا ورائد بنصلي فجأة هيك وابتدى الرب يتعامل معي مع رائد بصورة مختلفة ابتداني نشعر أنه أنا عم بسمع صوته بيحكيني كانت غريبة كتير لقالي أنه الله يحكيني مش بس من المكتوب الله هيك يحكيني بصوت من جوة داخلي فأنا مغمضة عيني وعم صلي أنا ورائد شفت رؤية شفت حالي أنا وصغيري وتفاصيل كأني عم بحضر تيفي فأنا أقول له لرائد أنا شفت حالي أنا كان عمري 6 سنين أنا كنت لابسي هيك وأنا وقفي هون وأنا أخبره تفاصيل فرائد وقفني قال لي فاد يا لحظة لحظة شو يعني أنت شو يعني أنت أنت صغير بتخبرين قصة صغيرة معيك وقالت له لا لا عم بشوفها هلأ قال لي كيف يعني عم بتشوفيها هلأ قلت له ما بعرف قلت له أنت لما بتسكر عينيك شو بتشوف قال لي أسود قلت له أما بشوف أسود أنا في حاسي في تيفي مفتوح قدام عيني عم بشوف إشي من الماضي عم بشوف إشي كتير بعدين تذكرت الصلاة اللي أنا صلت يا رب إذا بتفتح بصيرت الروحية بتفتح عيني أنا بوعدك أنه دول عينين رح يخدموك ومن وقتها I know أنه اختلفت لما بقرأ الإنجيل وبحبله بقرأ في شي اختلف في قوة اختلفت في الكلمة اللي بقراها بالروح القدس في شي اختلف تماما هذه مسيرتي من ست سنين لها لا سبحوا الله في قدسه سبحوه في فلت قواته سبحوه في قدسه سبحوه في فلت قواته سبحوه على قواته سبحوه حسب كثرة عظمته سبحوه بصوت الصور سبحوه برباب وعود سبحوه 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 بدفن ورقص سبحوه 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 بدفن ورقص سبحوه بأوتار سبحوه بمسمار سبحوه بأوتار سبحوه سبحوه بسنوج التصويت سبحوه بسنوج الهتاب كل نسمة كل نسمة فلتسبح الرعبا أنا موجود مع القسيس رائد حداد القسيس رائد بيكون زوج الأخت فادية أو المرنمة فادية بزي أهلا وسهلا أخوي رائد أهلا وسهلا فيك ربنا يباركك وربنا يبارك خدمتك وأنت عم تسمع فادية عم بتشارك حياتها وأنت عيشت وعيشت كل هذه الاختبارات من أيام طويلة هذا الاختبار غيرت كثير بحياتي أنا وفادية بمفهومي أنا كشخص كأسيس مفهومي الكتابي وغير كمان علاقتنا أنا وفادية صار فيه فرح أكثر صار فيه سلام أكثر بالخدمة المسيحية صار فيه واقع حقيقي أكثر فشفنا الاختبار نشوف حياتنا قبل الاختبار وبعد الاختبار بعد الاختبار زي ما قالت فادية قبل شوية الكتاب صار جزء من حياتنا صار مش بس مفهوم لهوتي مع أنه صار مؤمنين وبتخدموا الرب لكن حاسين في جفاف وهذا الشيء يلي شوي فاجأنا يعني فادية مرنمة معروفة بكل العالم بس الرب لما ابتدى معنا بهذا الاختبار من الأمور يحكاها لفادية لأنه فادية وقفت الترنيم تقريبا سنتين بعد الاختبار الرب حكاها بدي إياكي تتعلمي هويتك المسيحية قبل ما تقومي بالاختبار طبعا هذا الشيء كنه مفاجئ هالكلام أنه واحد مثل فادية خدمت طول هالسنين والرب بقولها وقفي خدي بريك حتى أنت تبني هويتك المسيحية الحقيقية حتى الخدمة تكون من مكان صح ونفس الشيء معي أنا يعني أنا ربيت بعيلي مسيحية أنا مؤمن ماشي مع الرب من 21 سنة تقريبا 23 سنة عم بكبر 24 سنة وبعد هذا الاختبار مفهومي عن الكتاب مفهومي عن الحياة مفهومي عن الزواج مفهومي عن العلاقات كله تغير طبعا للأفضل والحياة صارت حلوة مع الرب ريلي الخدمة بطلت بس الخدمة اللي فيها معانات صارت الخدمة فرح صار فيها سلام صارت نضحك أكتر طيب كتير اللي عاوز أقوله أنه الواحد بآمن في المسيح في كتير ناس بتفكر أن كل شيء صار تمام لكن الله بشكل في حياة الله ببني فينا الله بيأخذنا في مراحل في الحياة اللي بحب يورجينا وفعلا يعني ذكرت فادي عدة مرات من اختبار لاختبار كيف يأكد لها معاملاته وإيده وحضوره وذاته أنا كتير تأثرت لما اتكلمت عن امها وكيف أنه رب أكد لها حتى أنه يعني خالتها وخالتها وستها التيتها كلهم موجودين في السماء يعني لما فادي قالتلي شو صار معاها لما صلت وشافت التيتها وخالها وخالتها كأسيس كمعلم من الكلمة فكر أنا شو التعليم اللاهوتي لهذا الأمر وين التثبيت اللاهوتي لهذا الشيء بس كثير من الأحيان احنا بننسى خصوصا كخدام أنه معاملات الله في بعض الأحيان فوق تصورنا احنا وفوق مفهومنا احنا فهذا شيء علمني أنه أكون متواضع أكتر بالنسبة لمفهومي مش متمسك بمفهومي أنا لكن الله قادر يعمل كثير أكثر مما نتخيل أو حتى نطلب يعني نوضح شيء أنه احنا العقيدة مش بنبنيها على الاختبار الاختبار هي معاملة خاصة يعني هي كانت بتصلي لالله ومن خلال إعلان الرب وراها يعني الأهل الموجدين في السموه هذا أكدوا يعني لكن إحنا الإيمان الراسخ هو كلمة الله كلمة الله اللي إحنا نمشي عليها لكن الشيء الآخر أنه خدمتك فعلاً متميزة أنه أنت بتركز على احتياج الشخص ككيان كلياً يعني إحنا كتير مرات في الأوساط العربية نركز على التعليم واللهوت والعقيدة والمحاورة والمجادلة الأخيرة لكن أنت بتركز على احتياج الإنسان أنك تصلي مع مريض مع محتاج مع شخص محتاج أحكي لشوي عن هذه الخدمة الخدمة الحقيقية بمفهومي أنا أنه إحنا نتبع المسيح ماذا المسيح أعمل؟ الرب يسوع المسيح لما كان على الأرض كيف خدم؟ هو خدم أول شيء طبعاً هو في بشارة الملكوت يعني علم بس ما وقفونيك لكنه شفل محتاجين أشبع الجيع فهذه الخدمة الكاملة لكل الشخص الإنسان نحن نعرف هو روحه نفسه جسد فحتى نخدم الإنجيل الكامل لازم نخدم روح نفسه جسد بعد ما حصلنا على اختبار الروح القدس من الروح القدس صرنا نشوف الاحتياج الكبير الموجود في حياتي أنا وفادية وفي حياة الناس اللي حوالينا أنه الناس مش بس بحاجة لمعرفة طبعاً المعرفة ضرورية يعني بدون معلقة الكتاب يعني كثير مرات أنا عم أشوف المعرفة بتنفخ يعني كثير يعني سامحون اللي بيشاهدوني صار عندنا كم الهائل من المعلومات الكتابية وبنعرف شو الكلمة الصحة اللي نحكيها لكن تفتقر إلى التأثير وإلى الأكشن الفعل الحقيقي أنه تشوف الثمر في حياة الإنسان الاختبار بالكلمة يعني إحنا طبعاً ما منعلي اختبارنا فوق الكلمة هو المفروض أن أختبر الكلام الموجود الكتاب هو كلامك روح وحياة فمعناته الكلمة مش أنه أنا بس بدي أحفظها حتى أقولها أو أوعظها لكن هي أحياها أحيا الكلمة فإذا بدي أحيا الكلمة معناته لازم تكون فعالة بحياتي العملية مش بس بحياتي الكنسية أو التعليمية فلما بدنا نختبر قوة الله أنها موجودة بين أيدينا عمل الروح القدس شخص الروح القدس أنا يعني بحكي للأسف معظم حياتي المسيحية حتى بعد دراستي اللاهوتية ما وصلتني لمعرفة حقيقية بالروح القدس الروح القدس لأنه كان بس قوة أو فورس يعني نحكي بالإنجليزي بس الروح القدس هو شخص فصار علاقة مع الروح القدس زي ما علاقة مع يسوع المسيحي اللي هو شخص علاقتنا مع الله الآب كشخص فالروح القدس نحن بعصر عمل الروح القدس يسوع حكي أفضل للتلاميذ حكي أفضل أني أنطلق ليش أفضل؟ أكيد هم يقولون ليهم ليش أفضل أفضل تضلك معنا بس هو قال أفضل لأنه لما أنا أنطلق سوف يأتي المعزي أو الروح القدس فنحن نعيش بعصر عمل الروح القدس بحياتنا من صعود المسيح ومجيء الروح القدس يوم الخمسين ابتدى عمل الروح القدس على الأرض فنحن المفروض نكون بانسجام مع عمل الروح القدس يعني نحن نعرف أن عمل الروح القدس في ثمار الروح القدس وفي مواهب الروح القدس وإعتني أن الكنيسة بشكل عام ركزوا على ثمار الروح القدس سلوية المحبة وفرح وسلام وطبعا هذا شيء ضروري لا يجب أن يكون هناك ثمر للروح القدس بحياتنا وأذكر باختبار المسيحي ثمر الروح القدس هو فرح وسلام بعد المحبة بس أنا ما بشوف كثير فيه فرح بالكنيسة بشكل عام لأنه حتى ثمر الروح القدس الفرح لأنه مش مختبرينه كثير بس ما ثمر الروح القدس فيه مواهب الروح القدس فيه قوة الروح القدس فيه إعلانات الروح القدس فادية ربعطاها الموهب أنه سير تشوف بالعالم الروحي هذه موهب الروح القدس فلما نحكي إحنا هذا الكلام إحنا ما عم نطلع برية الكتاب إحنا عم نثبت المكتوب الكتابة بيحكي أن الله كان يثبت الكلام التلميذ بالعجائب والآيات التابعة إحنا بحاجة لهذه الأمور أن يثبت خدمتنا المسيحية يعني ربحاتك كتيم بالنسبة لفادية خدمة التسبيح والترنيم والإعلانات والرب حطك في الكلمة وهذه الخدمة أنا بصلي كمان أن الله يستخدمك مع عالمنا يعني أنا بحكي لك أن الله رح يستخدمك مع العالم العربي لأنه إحنا في أمس الحاجة الكنيسة ناس أن تصلي معها يعني في كتير ناس مجرحة في داخل الكنيس في ناس فعلا عم بتفتقر للفرح والسلام مثل ما ذكرت في ناس كتير عندها إحباط وكآبة محتاجين ناس فعلا تصلي معها ويعني تحس بقوة حضور الله في حياتها هاي صلاة لألك يا نسيس رائد الرب يباركك الرب يباركك شكرا من كل القلب لألك وكمان لفادي والرب يباركك ويستخدمك اشتركوا في القناة كتير ناس عم بتشاهدنا ومش بس صوتك ويمكن سمعوا ترانيمك لكن أكيد في عندك رسالة بتحب توجيها لكل مشاهد خلينا ممكن نعملها على مرحلتين مرحلة الأولى الناس اللي من خلفية إسلامية أو المسلمين اللي عم بشوفوك وسمعوا اللي صار معك ويمكن الأمر غامض أو مبهم شو اللي عاوزت تقولي لهن إياه اللي بدي أقلني أنه ربب لي يمكن واحد شاعر أنه واقف بشارع مسدود وأنا متأكدي ما فيش واحد مش مختبر المسيح بينام على مخدته بالليل وشاعر بسلام لعني أنا كنت بهذا المكان كنت قاعدة فيه فأنا بقللك فيه أكتر من اللي أنت ما توقف وما ترضى وين أنت يعني أنا أكتر شغلي بقدر أولى للشخص المسلم الشخص المسيحي الشخص المسيحي اللي مش مختبر بس بالاسم الشخص اللي مسلم وختبر ما ترضى وين أنت موجود سيك نوك أطلب 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 أقرع يفتح لك يعني أنا بتذكر لما قرعت الباب والمسيح فتح لي لكن في قرعة كل يوم في دقة كل يوم سو ما ترضى باللي أنت بس أحبي بس أنا أحكيك كمان مع الشخص اللي اختبر وهو مراضي باللي هو فيه ما ترضى باللي أنت فيه أقرع كل يوم there is a lot more في كتير أكتر من اللي أنا كنت أعرفه يعني أنا كنت حاجب نفسي أنه أنا عندي صوت وبيقدر أخدم الله فيه طلع 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 فيه شيء كتير أكتر من هيك يعني فيه ناس براء بتذكر قالولي فادية معقولي أنت يعني لما اختبرت اختبار ملء الروح القدس وقفت الترنيم وقفت الترنيم لأنه فيه مش قصدي أنا حط الترنيم داون أو الترنيم أقل لكن فيه شيء كتير أكتر من هيك فيه بحر يعني أنا أنت دخلت على الباب لكن فيه قود مغلة فيه قود مسكرة فوت وافتحك وطبعا هاي خدمتك اللي هي الصلاة لشفاء النفس والجسد والروح كمان أنت ورائد نعم وأنا حبيت أنه أنت من حالك ذكرت لناس المختبرة وأصعب شيء أنه عايشين حياة مسحية لكن لا تأثير ولا فعلية ولما بنصل لوضع منفقد المصداقية منفقد الأولوية منفقد التأثير على الناس فبتكون صورة مسيحية صورة طقوة لكن تفتقر إلى القوة والتأثير والفعلية الرب يباركك والرب يستخدمك وشكرا كتير كتير لإلك وإلى الأمام استمر والأمور الجاي أعظم من الأمور الأولى موسيقى اشتركوا في القناة أهلاً عزائي المشاهدين مرة تانية برحب فيكم سمعتوا اختبار الأخت فادية بزي وكمان شفتوا بعض الكلام من زوجها من القسيس رائد بحب أنوه لكل أحبائنا المشاهدين أن الخطوط مفتوحة حبيت أنه مع أنه الحلقة اللي مضت كانت مسجل جزء من هذه الحلقة حبيت أنه أعطي فرصة لكل مشاهد يمكن أنت شفت هذا الاختبار وعندك بعض التساؤلات فأنا برحب بأسئلتك والخطوط مفتوحة يمكنك التواصل معنا طبعاً الشيء اللي لفت انتباهي أحبائي أنه كل شخص بغض النظر شو خالفيته مسيحي مسلم يهودي بوذي ملحد أي شخص دائماً الشخص اللي بيختبر المسيح اختبار حقيقي لابد أن يشهد عن يسوع المسيح والشهادة ليس للإفتخار ولكن الشهادة هي لكي تقول للناس أنه أنا فعلاً كنت أعمى والآن أبصر كنت أعيش في ظلمة أما الآن أسلك في النور كانت حياتي قبل ما أعرف المسيح بالخطيئة بضياع بالهلاك ما عنديش أمل في الحياة الأبدية اختبرت يسوع المسيح صار عندي الضمان والتأكيد للحياة الأبدية وهذه هي معاملات يسوع المسيح أنه المسيح بيتعامل مع الناس بغير القلب والحياة والكيان وهذا الشيء طبيعي يقول الكتاب المقدس وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه ولاحظ سلطان سلطان أولاد الله اختبرنا المسيح فصار لنا الشرعية البنوية أنه أصبحنا أبناء مش عبيد مع أننا عبيد لله لكن صار عندنا العلاقة والشركة مع الله من خلال علاقة البنوية وهذا مهم جداً أحبائي في المسيحية أنه فعلاً بالإيمان أصبحنا أبناء الله والابن دايماً بيفتخر ودايماً بيشهد ودايماً بيتكلم أيضاً وهكذا كل شخص المسيح اتعامل معه لابد أن يكون شاهد في إنجيل يحنى بيتكلم الكتاب المقدس أنه المسيح تقابل مع امرأة سامرية هذه الامرأة السامرية طبعاً كانت عايشة بضياع اتزوجت خمس مرات والمرة السادسة كانت عايشة مع زوج بالحرام مش لإلها لكن المسيح العالم بكل شيء قال لها ادعي زوجك وهون ابتدأت الإعلانات شافت أنه أعظم من إنسان قالت له أرى أنك نبي ثم وصلت إلى الإعلان الكامل عندما قالت له أنا أعلم أن مسيح سيأتي ومتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء قال يسوع المسيح أنا الذي يكلمك هو والنتيجة تركت الجرة وركدت إلى المدينة وقالت هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت ألعلى هذا هو المسيح والنتيجة أنه رجعت المرأة السامرية مع أبناء بلدتها اللي كانت سمعتها مش كويسة أجد البلدة وتقابلت مع يسوع المسيح ومكتوب في يحن 4 آية 39 آمن بالمسيح كثيرون من هذه المدينة وطبعا في آية 41 مكتوب أنه آمنوا بسبب كلام المسيح لأنه مكث يومين وكان خلاص عظيم لهذه البلدة المرأة السامرية شهدت عما فعلوا يسوع المسيح في حياته في قصة تانية واحد رجل دين كان من مجمع السنهادريم وهذا أعلى مجلس تشريعي اللي بيقوم في كل المدولات والأمور الدينية في القدس يعني التشريع اليهودي اسمه نيقوديموس هذا كان معلم لليهود وكان فريسي من الدرجة الأولى حافظ الشريعة حافظ النموس أيضا ولكن تغيرت حياته بنعمة الله منشوف عند الصليب هو يحضر الحنوط حوالي 35 كيلو جرام من الحنوط وبابليكلي علنا جهارية أمام الناس يكفن جسد المسيح أي أنه شهد لربوبية يسوع المسيح في مرة كمان يسوع كان في منطقة كورة الجدريين وكان في شخص ملبوس بأرواح شريرة وهذه الأرواح كثيرة لأنه قال الاسم لاجئون يعني بتعني كتيبة رومانية على الأقل تتألف من الآلاف أو ستلاف جندي فتخيل كثرة هذه الشياطين اللي كانت لابسة أو ساكنة في هذا الإنسان المسكين اللي كان يصرخ ويصيح في القبور ويجرح جسده ليلا نهارا كان بحالة رعب وهو أيضا كان يرعب الآخرين عندما تقابل معه يسوع المسيح تغيرت حياته وحرروا من الأرواح النجسة الشريرة وفعلا تغيرت حياته قال لي يسوع أتبعك قال له بل اذهب وحدث أو خبر بكم صنع بك الرب ورحمك وفعلا رح خبر أهل بيته وراح خبر وشهد شو الرب يسوع عمل معاه في منطقة الديكابوليس المدن اليونانية الرومانية العشر اللي هي معظمها اليوم في الأردن كان بخبر كل الناس كيف المسيح غير حياته ويحنى عدة مرات في إنجيله بيقول شهده أو يشهد وفعلا ما في إنسان بيختبر يسوع المسيح إلا وتغيرت حياته يصبح ابن أو بنت للرب وكما يقول الكتاب المقدس إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا الإنسان بيتغير بنعمة الرب بيتحرر من قبضة الشيطان تعرف حبائي الكتاب المقدس حكم على الإنسان إنه خاطئ يقول الكتاب من البطن سميت عاصيا يعني حتى قبل ما يولد يعني الإنسان في صراع حتى بيتكلم عن يعقوب وعيسو التزاحمة هم في البطن عم بيمسك يعني بتشوف مشاجرة حتى داخل البطن أو كما قال داود النبي هأنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمي ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا كلنا كغانا من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا فإذن محكوم علينا بالموت لأن أجرة الخطيئة هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا فالإنسان حاول بالتقوى وحاول بأعمال النموس وحاول بالبر الذاتي وحاول عن طريق الذبائح لكنه لم يكن كافيا أن يرضي الله لماذا أحبائي؟ لأن الله قدوس عينه أطهر من أن تنظره الشر حتى السماء في نظر الله غير طهري لا يمكن أن يدخل السماء شيء نجس فإذن أي خطيئة ترتكب على الأرض لا يمكن أن تكون في السماء فالسماء مكان القداسي مكان الطهارة مكان أنت تشبح مثل يسوع بتصير شخص كامل ولا توجد خطية لكن ما هو الحل؟ القداسي لا يمكن أن الإنسان لا يمكن أحد أن يرى الرب والعدالة الله لابد أن ينفذ العدالة لأنه محكوم على الإنسان بالموت لأن أحبائي من حفز كل النموس وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل فإذن الله ما عنده خطايا تسمى كبائر أو صغائر ما عندهش خطية مميتة أو خطية عرضية فش خطية أحبائي لأنه أي خطية هي ضد مجد الله هي ضد كمال الله هي ضد قداسة الله فإذن الله قدوس ويكره الشر ويكره الخطية شو الحل أحبائي؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فإذن أحبائي علاج الخطية هو في يسوع المسيح لأن الإنسان لا يمكن أن يخلص بقوة الذاتية ولا بأعمال الصالحة ولا بتقوى لأن كل أعمال برنا يقول عنها الكتاب المقدس كخرقة نجسة أمام عيني الله الطاهر أمام قداسة الله أمام الله الذي هو نور لا ظلم فيه البتة فما هو السبيل أحبائي؟ محبة الله ظهرت في يسوع المسيح إذ جاء يسوع المسيح وقدم نفسه فدية عن كثيرين خلاصا كفارة لكي يكفر لكي يغطي ويسطر عيوبنا لكي يرضي المطالب والعدالة الإلهية ولكي يكفر عن خطايا كل البشرية فجمع الصفات في شخص المبارك كإنسان كامل وكإله كامل كإله لا يموت كإنسان قدم جسده مكتوب الذي هو نفسه حمل خطيان في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فالمسيح أحبائي التوازن في الصفات الإلهية العدالة والرحمة القداسة والمحبة اجتمعت في شخص يسوع المسيح اللي مات على الصليب وحمل كل خطايا البشرية في جسده مات بديلا عنك ذبيحة أخذ مكانك وأخذ مكاني موت بديلي نسميه الكلمة الفداء يعني افتدانا افتدانا من لعنة النموس لأنه النموس حكم على الإنسان إنه الإنسان خاطئ شرير محكوم عليه بالموت فالمسيح أخذ هذه اللعنة لعنة النموس حتى أنا وأنت نوخد البركة أخذ الخطايا في جسده لكي يكفر عنها حتى أنت وأنا نكون بر الله نضغط تستر عيوبنا أمام الله وهكذا أحبائي تم الخلاص بموت المسيح وبقيامة يسوع المسيح من الأموات فإذا ما هو علينا النعم الأحبائي المسيح قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا والمسيح قال هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعش معه وهو معه فإذن أحبائي إنها دعوة المسيح لكل مشاهد من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذن جاء المسيح ليكفر عن الخطيئة وأكمل هذا الخلاص الكامل ما عليك أن تفعله هو أن تؤمن بيسوع المسيح الذي يؤمن بالابن الابن هنا كلمة الله المتجسد له حياة والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله من أجل هذا أحبائي يقول الكتاب لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص ثم يقول الكتاب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم الفرصة مفتوحة أحبائي افتح قلبك ليسوع قل لي يا رب ارحمني أنا الخاطئ يا رب يسوع تعال سود على قلبي وعلى حياتي حتى أعيش من أجلك من هذا اليوم فصاعدا الرب يبركك اشتركوا في القناة